هذا التكريم أنا كنعتبره تشريف كبير للي لأنه كيرجعني بالذكرى ديالي إلى السنوات اللي كنا كلمرسوا فيها الإعلام واللي بدينا في الحقيقة بوسائل قليلة وضعيفة وفي الواقع أنا كنهني هذا الشباب اليوم اللي كيم كلهم يتكلموا بوحدة حرية اللي فيها نوع من المسؤولية وفي الحقيقة أنا عشت فترات مع رجال عظام في تاريخ الإعلام المقربي فكنا كنعمل برامج مع ناس من مستوى الدكتور المهدي بن عبود اللي كان عندي معه في البداية أفكار ونظريات وهو برنامج استمر على مدة سنتين كان برنامج دي الفكر الإسلامي وعملنا البرامج كذلك البرامج اللي كنعتز بها في الأيام ديلي برنامج تحت المجهر اللي تنملنا في عدد دي القضايا في ديك الوقت مثلا على سبيل المثال تكلمنا على اللغة العربية لأنه يؤسفوني اليوم كنشوف واحد من جموع دي للشباب اللي ما كيقدرش يكمل الجملة بذن ما يدخل فيها اللغة الفرنسية وكأننا ما عندنا نحتش لغة مع اللغة دينا يمكننا نعتزز بها ولغة القرآن الكريم ولغة نقول بأنها تكريمت الحقيقة أعاد إلي شبابي وكنتمنى أن الجيل صاحب مزيد من التألق ومزيد من التقدم والحمد لله هذه الوسائل المتاحة الموجودة يستعملها بواحد النوع دي المسؤولية ويحفظه من هذه البلد الحبيب على الاستقرار ديالو وهو نعمة اللي كتفقده واحد العداد الكبيرة ديالدول موطني الثاني أنا من مواليد تنجا ولكن يعني طفولة ديالي عملتها في تنجا إنما فترة الشباب المرهخة كانت في مدينة تتوان وتما كنا 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 نتصلوا برجال بالوطنيين الأحرار كنا كنا نتصلوا برجال من أمثال عائلة بدوننا من أمثال عبد الخلق الطريس من زعناء كبار واحدة لما أخذنا شهادات البكالورية في مدينة تتوان انتقلنا مع الأستاذ محمد عزيمان على ما أذكر وأتذكر والأستاذ عبد الخلق الطريس وذهبنا إلى الرباط استقبلنا جلالة الملك محمد الخامس رحمه الله وكنا بصدد التوجه إلى القاهرة لإتمام دراستنا وكان ذلك سنة 56 ولكن الحذوان الثلاثة على مصر منعنا من ذلك فتحول الاتجاه وبعضنا لما وقفت الوقاف العذوان عادوا إلى القاهرة وأتموا دراستهم منهم محمد عبد السلام البقالي اللي كان مستشار في ديوان الملكي والسيد العمرتي كذلي اللي كان الحاج الملكي وإحنا يمشينا الغرناطة بش نكملوا الدراسة دينا يعني الجامعية هناك ومن غرناطة في فترة الصيف ردت إلى طنجا واشتغلت مؤقتا في إذاعة فريقيا من إذاعة فريقيا اللي دبعا تكلمت على أول عمل صحفي عملتو كان هو نقل وقائع الجلسة الافتتاحية اللي تبعها 120 صحفي للمؤتمر المؤسس لاتحاد المغرب العرب وكان ذلك يوم 27 أبريل 1958 بقصر مرشان وأنا كان طلب بأن هذه الذكرة دائما تحيا ويقام لها كل عام يعني ذكرة خاصة لأنها هي التي وضعت أسوس المغرب ونحن إن شاء الله بعد خطاب جلال في المسيرة الخضراء والذي دعا إلى إحياء هذه الوحدة سنحاول مع المجتمع المدني ومع وسائل الإعلام أن نعمل من أجل تحقيق هذه الوحدة المنشودة إن شاء الله السيد إعلامي الكبير أحمد قروق النفس في ذكيرتك إعلامية وهي غانية وزاخرة يعني بالعضاء يعني بالنسبة كذلك يدكورك المسلم ولمشاهدون ببرنامج روك المفتي الشهير يعني ما يمكن أن تقول للمشاهدين فيما خص هذا البرنامج وفي سبقص البرامج ديني ونحن نقبل عشهر رمضان حقيقة هو برنامج روك المفتي برنامج فريد منه لأن أولا هذا البرنامج كما ذكرت في إحدى المناسبات ما هو البرنامج ديالي هذا البرنامج كان من اقتراح جلالة الملك الحسن الثاني كان يبغى العلماجي والتلفزيون ويبينوا الناس جوانب من العبادات وجوانب من المعاملات كما هي في مذهبنا الملكي وما يبقاش كل من هب ودب يفتي كما شاء فكان البرنامج في البداية دياله كيعطي صورة على الثقافة الدينية ديال الناس لأنهما كانوا يتطحوا الأسئلة هذا البرنامج للجمهور احنا ما عندنا فيه إلا كان بلغوا وكان سادة العلماء اللي مكلفين به رحمه الله علماء كثيرون من هبن الغازي الحسيني وحجع المكرم الدودين والسيد الحسن بالصديق وغيرهم كانوا في المستوى الكبير يجوهوا على الجامع الأسئلة لأنهم يعتبرون أن الدين عنده جواب لكل سؤال نعم بالنسبة لبرنامج دينية نعم يعني ملاحظتك يعني عبر مجديني الآن التي تقدم في الإعلام الحمد لله اليوم أنا فرحان بما يقدم اليوم لأن اليوم نبغي شغل برنامج روك المفتي اليوم إذاعة بكاملها إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم هي منبر للإعلام الديني الإسلامي لكتبيا فضائل هذا الدين العظيم الذي هو الإسلام نعم بالإلافة إلى ذلك يعني شغلت مهام إدارية داخل الإداءة لكن في خاصة المدل الإداءة أعتقد المهم الإداري ليه شغلتها الأعمال الإدارية أنا كنت في أولا العمل التي تحق كمحرر مذيع وقمت بعدد ريبرتاجات لقسم الأخبار وبقيت في قسم الأخبار أشتغل في الأول معسي محمد بن ددوش الله يطول عمره وهو كان أعتبره أستاذ دينا وكنا كان حاول نقل الدوحة في الأعمال وريبرتاجات دياله ثم اشتغلت بعد ذلك كنا نقل أول الجلسات البرلمان المغربي في 63 وعلى ما أذكر هذه الجلسات التي كنا نقلها أنا تعرضت في حديث مع جريدة إسبانية من أجل تدريب في مدريد سألوني ماذا يقدم تلفازة المغربية قتلهم في ذلك الوقت في 65 قتلهم يقدم مباشرة الجلسات البرلمانية فعملوا عنوان لأن هذه الديمقراطية لم يكن شي موجودة في ذلك العهد إسبانية يعني لم يكن يجرؤوا أنهم يقدموا الجلسات البرلمانية ثم التحق بالتلفازة أصبحت فيها في 73 رئيسا لقسم الأخبار ومن بعد الأخبار انتقلت إلى مسلحة البرامج التقافية وبرنامج روك المفتي هذا كبرنامج كنت قدمه كعمل إضافي بتعاون مع وزارة الأبقاف والشؤال الإسلامية التي هي صاحبة البرنامج نعم وكسوعة الأخير أنتوثق هذا الذاكرة يعني كتابة ماذا تعيد القراء ومتبعين هذا المسيرة الإعلامية الزاكرة هو في الحقيقة كنك يخصني نكتب هذه المدة لدى 20 سنة ونفتقع ومع التقدم نسان كي ذاكرة فقد نحاول إن شاء الله ننباش في الذاكرة من جديد ونكتبه المزيد من العطاء والعمر الجميل والإبداع يعني والحيات يعني السعيدة التي تنوارك والإبداع شكرا موسيقى